حكيت حاجة كنت وفرج عليك من كم يوم كده مع زميننا الرائع عبد الرحمن مجدي في البودكاست اللي بيعملو بودكاست عظيم برضو جدا كنت بتحكي حاجة على مبارات كودفوار قبل ما تلاقوا مبارات كودفوار عشان لو ما سمعوش يسمعوها القصة حكيت ان احنا وإحنا كنا بنصلي الفجر كنا كاني بتوله اللي هي 2008 2008 فإحنا كنا لنا مكان للصالة كده بنصلي مع بعض الضهر والعصر والمغرب والفجر مع بعض وكده الخمس فروض يعني فكنت ما تيجي قاعدين مع بعض بالذات الفجر فجينا عادنا قبل ما تشكي كودفوار دروكبة كنا نهلا بكودفوار فدروكبة كل شوية في البطولة دي كان جامد جدا صح كان كل شوية روح جايب جول ويروح عامل للناس ان انا واقف كده وان انا كذا وانا دروكبة اللي جاي هاخد البطولة دي فاحنا بقى ايه صلينا بفجر عادنا يا جماعة وقارينا شوية كرآن وكده فبنتكلم بقى طب هنمسك ده طب هنعمل ده طب مين هيمسك دروكبة عادنا للتارية على هواء الجمعة نقوله دروكبة هي على هواء الجمعة تقوله ايه بقى نقوله دروكبة هي قطاق على الحضر ينقوله بقى انت ايه الماتش ده دروكبة باله كذا كذا ماتش بيكسابوتها تاربعة الماتش ده احنا عايزين بس ايه نخسر اتنين صف عادنا للتارية على بعض حتى من كتر ما احنا عملين التارية بقى نتحك على اي حاجة فهي دي تحسزك ايه بس احنا بنهزر مع بعض وبنترق على بعض ده الهزار في وسط البتاع بس ما بنجي هنا في مرحلة الجد لا يا رجال احنا لازم نركز لازم نحصلوا بقى لا احنا كده كده خلصنا صلاة وقعدين فقعدين نهزر ونقعد نترق على بعض والله والله يا كريم حتى يعني في مرة كده ايه لو حد مثلا طب يا جماعنا هقوم من الروح اقول لأوضة انت هتقوم ليه قعد معنا ويعود نترق عليه مسلا طب واحد يقول سلام عليكم سلام عليكم انت بتقول سلام عليكم كمان ونقعد نهزر وندحك على اي حاجة من كتر ما انت ايه عارف دوقت انت عمين تسلوا تدعوا ان انت تكسبوا المباراة اه لا وبعدين ان انت تكسب بس انت قدامك فريق كبير فريق واحد بيلعب في تشيلسي واحد بيلعب في برشلونة واحد بيلعب في مرسليا واحد بيلعب مش حالف ايه اقل واحد محترف عندهم بيلعب في الدور الفرنسي واحنا اهلي وزمالك كان المحترف بتاعنا كان زيدان ساعتها وكابتن حمد حسن وكابتن عبزار السقه دولة اللي كانوا محترفين معانا في 2008 والباقي كله بيلعب في الدور المصري بس هو الواحد عايز يقوله يا كريم ايه ان انت كان التركيز اللعيبة واخلاص اللعيبة في انهم يفرحوا الشعب المصري ان انت عارف ان ده احسن منك بس انت مركز وكل حاجة بتعملها كويس حب اللعيبة مع بعضيها يعني عارف انت احنا ما كانش في حد كريم مثلا حد يلعب مكاني ولا ده يلعب مكان ده كلهم سندين اي حد يلعب اهم حاجة ان انت تلعب وتبقى كويس وكل واحد مننا بيساند زميل وكل واحد فينا لو هو تصاب ولا كذا بتبقى قلقان عليه فدي انا من وجهة نظري تركيزك واللعب المصري كده كده من وجهة نظري لما بيتحطي تحت ضغط ويتحطي في معسكر ويكل كويس وينام كويس وتتجيله الطموح وتتجيله حاجة بينجح حتى اللي انت كنت بتحكيه من شوية على مباراتكو الديفور دي الهزار والضحك والترياء اللي كنت من الترياء على بعض دي هي بتخفف شوية من الضغوط وبتخلينا نازلين المبارات مركزين مش مضغوطين ما هي دي عارف انت من كتر ما انت ايه انت مضغوط جامد فانت بتطلع نفسك من الضغط دوت ان انت بتهزر وتضحك وفي جالك ضحك هستيري كمان وكتر ما انت مضغوط وقال الان من المباراة وجي في المباراة ربنا كرمك احنا جيبنا جوان ما تجيش يعني احمد فتح يشوت الكرة تروح خبطة وتخش عمر زكي وهي بتتلعب تروح خبطة في صدر وتخش جول لا في حاجات ده كرم ربنا ده كرم ربنا يعني انت لما تيجي تبص كرم ربنا عليك ازاي ان انت مثلا ربنا بيوفاك ازاي هتلاقي في واحد اتنين تلاتة انت بتعب تعملهم بالغاية ما ربنا يكرمك ويوفاك